هذا الأمر هو تبعاته لما نتكلم عن تعمل سيطرية وامتداداته من دارفور وتشابق الحدود دارفور ليبيا السودان هذا أمر يجب أن يوضع في الاعتبار النزوح وأثره كذلك يلقي بزلاله على الوضع الاقتصادي والأمني في مصر هذه الإشارات برضو لا تبعد كثيرا عن الصراع في المنطقة بشكل عام الصراع العربي الإسرائيلي والدور المحوري لتفتيت المنطقة العربية وخلق جوه من البلبلة وعدم الاستقرار أفتكر هذه القضايا لا تفوت على فطمة وحكمة القيادة المصرية وقيادة المنطقة العربية مصر لا دور الرائد من بداية الأزمة بادرت بمؤتمر دول الجوار ودعت كل الرواساء وكان مؤتمر كبير وكلكم تابعتوه كذلك سعيها الحفيس لدعم السودان والوقوف مع تماسف الدولة السودانية وهيبة الدولة والمساعدة كذلك في الوضع الإنساني بتبنيها برضو مؤتمر للشؤون الإنسانية تواصلهم مع كل الجوار بعدم إحداث أي تدخل الخارجي في الأزمة السودانية بحيث أن الأمر في هذه الأزمة السودانية وبفتكر هذا المحور يحتاج مزيد من التواصل والتعظيم من القيادة المصرية